موجز الأهم وآخر الأنباء موجز التسعى صباحا مع هالة الحملاوة فضاليها شكرا محمد التسعى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أدنت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقا شهيرا في العاصمة الصومالية مقدشو وأصفر عن وقع عشرات الضحايا والمصابين وأكدت مصر تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود دولة الصومال الشقيقة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وكان رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري أعلن عن وقع انفجار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية في ساعة متأخرة من الليل مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحة أعلنت سلطة الاحتلال عزمها إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المحتجزين وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي سيغادر تل أبيب القاهرة اليوم أو غدا الأحد أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قياديا في حركة حماس استشهد بقصف إسرائيلي على سيارة قرب بلدة عتيل في تول كرم في الضفة الغربية وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القصف الإسرائيلي أدى لوقوع مصابين يأتي هذا فيما زعمت قوات الاحتلال أن القصف استهدف ما وصفته بخلية مسلحين استشهد ستة فلسطينيين من بينهم طفل في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أربعة فلسطينيين استشهدوا جراء استهدافهم من مسيرة إسرائيلية في حي الصبر جنوب مدينة غزة وأضافت أن طفلا استشهد وأصيب عدد آخر من المواطنين في غارة للاحتلال استهدفت منزلا بمخيب لبريج وسط القطاع كما استشهد فلسطيني وأصيب أثنان آخر في غارة استهدفت منزلا ببلدة بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دينيبرو بيتروفيسك الأوكراني سيرجي لساك أن الجيش الروسي قصف منطقة نيكوبول التابعة للإقليم وقال المسؤول الأوكراني أن الهجوم الذي شنته القوات الروسية على المنطقة بالطائرات بدون طيار الانتحارية والمدفعية الثقيلة استهدف بلدات نيكوبول وعدة بلدات أخرى وألحق أضرارا بمبنى إداري وخط كهرباء دون وقوع إصابات تأهل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي بدورة الألعاب الأولمبي باريس 2024 بعد فوزه البثير على منتخب باراكوي بدربات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1 أقيمت المباراة بمدينة مرسيليا الفرنسية ضمن منافسات الدور ربع النهائي هذا ويواجهه المنتخب الوطني الأولمبي منتخب فرنسا الذي حقق فوزا على نظيره الأرجنتيني بهدف النظيف الأثنين القادم في مدينة ليون هذا وأهنأ وزير الشباب ورياضة أشرف صبحي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بالفوز على منتخب باراكوي وأكد صبحي أن هذا الإنجاز يعد إضافة جديدة لسجل إنجازات الرياضة المصرية على الساحة الدولية مشيدا بالمجهودات التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري للوصول إلى هذا المستوى المتميز والذي يعد تتويجا لبرنامج الإعداد الطويل والمكثف الذي خاضوه وطالب الوزير الجماهير المصرية بتشجيع الفريق وكل الأبطال الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع اسم مصر عاليا كما تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الدور ربع نهائي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزه على نظيره النرويجي وصيف بطل العالم بنتيجة 26 إلى 25 في رابع مواجهته بالأولمبياد وانتعى الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح منتخب الفراعنة وشهدت مباراة منتخب الفراعنة اليد الماضية التعادلة مع المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 في ثالثين مواجهات الأولمبياد وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين انتهى مجازو التاسعة وعودة لاستكمال بقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل